في أشياء مهمة اليوم التحديات هي فرص حتى المشاكل اللي حصلت لأن كورونا هذه ليست بسلطة بشر أو أحد لكن أن الشركات اليوم تعلمت في إدارة المخاطر كيف اليوم أنا أنوع استثماراتي أن يكون الرأس المال العائل كيف يكون عندي احتياطات مالية لا أنكشف في أي أزمة مالية تحدث في التشغيل في شركتي أو في مؤسستي أنه في النهاية السيولة يجب أن تكون موجودة قضية الستة أشهر دي أنتهت اليوم أنت تحتاج سيولة من حد الأدنى من سنة وهذه كلها تعلموها لكن هو صح كان درس قاسي جدا أقصادي لكن نحن نقول الحمد لله إدارة الأزمة وفن إدارة الأزمة من الدولة خفف الكثير على الجد طيب يعني خلينا بس أسألك في جزية أهمة يعني دور الحكومة عادي أن يكون مشرع منظم محفز ممكن ما يتعلق بهذا القطاع الواعد قطاع الحج والعمرة والآن نشوف المبادرات اللي أعلن عنها كيف تشوف أهمية مشاركة القطاع الخاص تمكينه؟ وهل القطاع الخاص جاهز لأن يكون فعلا شريك مع الحكومة في التطوير قاعد يصير بمشاريع نوعية غير تقليدية؟ شوف اليوم موضوع الشراكة مهم جدا وجلوس على طاولة مستديرة من قبل الشراكة اليوم إذا اليوم خلنا نتكلم في اقتصاديات العمرة والحجة اليوم قيمتها سبعين مليار ريال هذه السبعين البعض يعتقد أنها بتروح في قطاع فندق لا هذه بتحرك حتى سائق التكسي البسيط سوق الخضار كل هذه تحرك كامل المنظومة الاقتصادية من نقل من طيران من إعاشة اليوم أي ععداد بتدخل البلد المملكة العربية السعودية اليوم تستقبل من معتمرين وحجاج سنويا من قبل الجائحة في حدود الثمانية مليون ونص الثمانية مليون دول بيضخوا أكثر من سبعين مليار السبعين مليار دي بتصنع ألوف الوظائف اليوم التوسع واليوم عندنا رؤية وهذا الشيء الجميل انت عارف رايح فين بعد ثمانية سنوات الثمانية مليون معتمر المستهدف اليوم البنى التحتية في مكة والمدينة يجب أن تتناسب مع هذه الأعداد اليوم أعلى رقم حققناه في العمراء حوالي سبع مليون هل سنستطيع أن نصل؟ نعم نستطيع بإرادة الجميع والشراكة بين الشراكة اشتركوا في القناة